استأنفت فرق البحث الأسترالية والماليزية والدولية تتبعها لكل إشارة قد تقود إلى مكان طائرة الماليزية المفقودة في ظل تصاعد المخاوف من نفاذ البطاريات التي تساعد على إرسال إشارات من الصندوق الأسود للطائرة تواصلت عملية البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة بعد خمسة أسابيع من اختفائها عن شبكات الرادار وذلك وسط مخاوف من أن البطاريات التي تساعد على إرسال إشارات من الصندوق الأسود للطائرة باتت على وشك النفاذ وأعلن السلطة الأسترالية أن الإشارات التي تقطت خلال جهود البحث في منطقة نائية بجنوب المحيط الهندي التي يعتقد أنها ذبذبات صادرة عن الصندوقين الأسودين للطائرة بدأت تتراجع بسرعة مما يزيد من صعوبات البحث وأشار مسؤولون عن عملية البحث أنهم يعرفون الموقع التقريبية للصندوق الأسود على الرغم من تأكيدهم على أن أحدث إشارة تم التقاطها الخميس الماضي لم تكن صادرة من الطائرة المفقودة وقد تجاوزت بطاريات الصندوق الأسود فترة صلاحياتها العادية التي تستمر ثلاثين يوما مما يجعل من البحث وسط مياه قاع المحيط مهمة أكثر إلحاحا وأفادت الوكالة الأسترالية المسؤولة عن تنسيق جهود البحث في بيانها أن الجهود تتواصل سعيا لتضييق مجال منطقة البحث تحت الماء تمهيدا لإنزال مركبة البحث الذاتي مشيرين إلى أنه لا توجد إشارات صوتية مؤكدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية في غضون ذلك بدأت الحكومة الماليزية تحقيقات مع سلطات الطيران المدني والعسكري للوقوف على أسباب غياب فرص التعرف على الطائرة ورصدها في الساعات الأولى من اختفائها فيما تتجه الجهود الدولية إلى تضييق نطاق مساحة البحث إلى أقصى حد ممكن مع طرح إمكانية استخدام إنسان آلي وإجراء عملية بحث بالموجات الصوتية في قاع المحيط لمحاولة تصوير حطام الطائرة المفقودة